أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء أربعة كانون الثاني يناير القمر موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق ورح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 12 و36 دقيقة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقد القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبي وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر الآن موجود في برج الجدي يعني موعد بث الحلقة الساعة ثنتين بتوقيت جرينتش القمر ما زال في برج الجدي بعد تقريبا ساعتين وعشرين دقيقة يعني الساعة 24 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيبدأ عنا خلو المسار وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة 10 و43 دقيقة مساء يعني بعد منتصف الليل لا ينتقل القمر لبر جدله هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا القمر الساعة 10 و43 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيكون انتقل لبرج الدلو فعشان هيك بتصير تأثيرات جميع الأبراج يعني برج الدلو بتأثر على جميع الأبراج فمنشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق أو تجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا في هاي الفترة تعزيز صداقة جديدة أو دخل تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو ستيريو، تلفزيون، كمبيوتر، أشياء من هذا القبيل وبرضو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة المؤثرة طبعا لتأثيراتها طويلة المدى اللي بتستمر عادة ثلاث أيام أو أسبوع أو شهر في عنا ثلاث زوايا هي اللي مسيطرة الآن أو اللي موجودة على الساحة وحدة اليوم بتنتهي مع نهاية أربعة واحد بتكون انتهت الزاوية هاي هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس يعني مسيطرة وتأثيراتها فعالة بتعزز قدرتنا أو قدراتنا الإدارية بتطفي علينا جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدث عننا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث الإيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي تقريبا مستمرة لغاية يوم ثمانية واحد بتطفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية الفعالة واللي هي أكثر خطورة هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم ثلاث عشر واحد هي اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كعواصف زلازل أمطار سقوط طائرات أو إيشي له علاقة بالطائرات أو حوادث السك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل واللي تأثيرها طيلة النهار أول زاوية زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها الساعة 2 و36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش طبعا مستمرة طول النهار يعني بنشعر فيها بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون ذروتها الساعة 4 و24 دقيقة مساءا تأثيراتها من ساعات الصباح ومستمرة لمنتصف الليل ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اختران سلبية بين القمر وبين زحل وهذه رح تكون في تمام الساعة 6 و43 دقيقة مساءا طبعا برضو تأثيراتها يعني من ساعات الضحى يعني من الساعة 10 صباحا من واجه مصاعب وعراقية لبتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظ في هذه الفترة بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتصير أكثر حساسية من بعد انتقال القمر لبرج الدلو هي بطة الساق والكاحل والساق إجمالا كلها وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية يعني هاي الأعضاء أصبحت هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا ببعض التعب من المفروض أن الراجع الطبيب بخصوصها بالنسبة لليوم هذا يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل لهذه الأمور طبعا هو برضو اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا اليوم برضو مناسب لهذا الأمور وبرضو زي ما حكينا دائما اللي بيشعر ببعض الأعراض مثل الحرارة أو الصداع أو بعض الألام يوخذ حتين بندول كل 6 ساعات لمدة 3 أيام بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الدلوب وهذا بده تركيز شويه عشان في البعض ما قدر يفهمها عليهم أمس لما حكيتها خلو المسار القادم رح يكون في ساعات مساء يوم الأربعة يعني في أول ساعات بعد منتصف الليل يعني أول دخول يوم الأربعة يوم خمس واحد بيبدأ عندنا اللي هو خلو المسار يعني الساعة 12 و 44 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هو بعد ما يخلص يوم الثلاثاء وندخل على يوم الأربعة وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الخميس اللي هو ستة واحد برضو أول دخول القمر أول دخول الوقت بعد منتصف الليل ب 16 دقيقة يعني الساعة 12 و 16 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هو ليلة يوم الأربعة آخر ساعات يوم الأربعة أول ساعات يوم الخميس يعني خلو المسار عندنا قرابة الأربعة وعشرين ساعة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد يومين في 8 ساعة 7 و 48 دقيقة صباحا بيصبح ثلاث أيام نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد بنسبة 85% القمر في الجدي بدي انتقل للدلو حكينا رح يفضل في الدلو لغاية يوم 6 واحد هو الآن سعيد بنسبة 55% ولكن في ساعات الصباح الباكر يعني تقريبا الساعة 5 صباحا بيصير منتحس بنسبة 15% بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم 14 واحد منتحس الآن بنسبة 25% في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 واحد سعيد بنسبة صفر المريخ في القوس حتى يوم 24 واحد منتحس بنسبة صفر المشتري في الدلو حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% المشتري في برج الحوت عفوا دائما منخطأ لانا تعودنا سنة كاملة واحنا نحكي في الدلو ولكن هو المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة منتحس بنسبة 10% ارانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما ان القمر لسه ما بدأ من موعد بث الحلقة في خلو المسار والانتقال فعشان هيك بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل لان القمر ما زال موجود في البيت العاشر فعشان هيك بتكوا تحافظوا على سمعتكم من الساعة يعني قرابة منتصف الليل وما بعدها بتلتقوا بالأصدقاء بصير الأجواء بتصير اجتماعية أكثر حاولوا تصحيح العلاقات المتردية في هاي الفترة حاول انك ما تبقى وحيد تعتبر هاي الفترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا أو بتكثر عندك اليوم الاتصالات والموعيد منكو أشخاص ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو مرافقة بعض الأصدقاء ولكن يحاولوا يمسكوا أعصابهم إنهم ما يعصبوا أو يتزعلوا مع أصدقائهم أو يحاولوا إنهم يفرضوا وتحكمهم أو سلطتهم على الأصدقاء برج الثور من الآن موعد بث الحلقة ولغاية منتصف الليل بيظل النشاط بيتركز على أمور إلها علاقة بالأجانب وأشخاص خارج البلاد أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة من ساعات ما بعد منتصف الليل وما بعد بينصب اهتمامكم حول مصالحكم الاجتماعية أهم شيء إنه ما ترتجلوا المواقف والتصريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم ابتضغط عليكم المسئوليات وممكن توجهوا أمر صعب ومعقد التزم بمسئولياتك، بدوامك، بأعمالك، بعلاقتك بالمسئولين بدون مشاكل، بدون مغامرات، وبدون مجازفات إذا التزمت بهاي الأمور كلها تعتبر هاي فترة واعدة برج الجوزاء ابتنهمكم في إعادة تنظيم أموال أموركم المالية المشتركة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وبتهتموا بالأمور المالية والنفقات أهم شيء تخففوا من نفقاتكم ما في داعي للمغامرات والمجازفات المالية لا غاية منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والمراسلات واللقاءات وثم لقاء أو فرصة ابتفتح أمامك أبواب إلا علاقة إما للسفر أو التعامل مع الأجانب أو التسويق أو النشر أو الدراسات أو المراسلات ممكن تفرح اليوم لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة ناجحة في بعض الأمور أهم شيء أنك اليوم تحاول أنك تتحرك بمختلف الأصعدي لأن الأجواء تصير مناسبة ودعمة لا إلاك برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم لأن القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيك ممكن يكون فيها بعض الأجواء الرومانسية المشجعة رغم أنه في فقدان للطاقة وبعض الضغط النفسي ما من ساعات ما بعد منتصف الليل بتعيدوا ضبط ميزانيتكم الأجواء بتصير إلها علاقة بأموال المشتركة وممكن اليوم تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور معين فتعتبر هذه الفترة جيدة لتصحيح خطأ ما أو لتكرار محاولة سابقة أو للتراجع عن قرارات سابقة ممكن الطالب ببعض الحقوق لإلك بهاي الفترة وهي فترة ممتازة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم لأن القمر مازال موجود في البيت السادس فعشان هيك اللي بيشغلكم أكثر إشي العمل والصحة فبتكوا تركزوا عليها بشكل جيد لساعات منتصف الليل من بعد منتصف الليل يبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بتحافظوا على هدوءكم لأن القمر صار مقابلكم تماما فحاولوا أنكم ما ترتجلوا كلام أو توجيه ملاحظات لأن خصمك في هاي الفترة قوي وما بيرحم وفي نفس اللحظة طاقتك ضعيفة فتحمل لك هاي الفترة نوع من أنواع الارتباط وهذا الارتباط رح يكون مهم أهم شيء تحافظ على هدوء أعصابك وحاول أنك ما تكون عدائي برج العذراء بترغبوا اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل ممكن التقارب أو التواصل أو المصالحة أو يعني ممارسة هواية معينة ولكن من ساعات ما بعد منتصف الليل أجواء بتصير ضاغطة شوي لأن القمر بصير في البيت السادس فعشان هيك ممكن يتراكم العمل عندكم أهم شيء برضو أنكم ما تهملوا صحتكم لأنه بركز على العمل وعلى الصحة أكثر شيء خلال هذا اليوم فبتكوا تحاذروا من تعب صحي أو جسدي يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية أو مسائل طارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر الأهم أنك ما تواجه زملائك أو ما تحاول تفرض رأيك عليهم ابعد عن عداية الجو وإنجز أعمالك وبرضو لا تهمل صحتك برج الميزان بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم من الأهل لساعات منتصف الليل لأن القمر ما زال موجود في البيت الرابع فممكن تظهر بعض الأمور البيتية أو المتطلبات العائلية اللي تشغلكم أما من ساعات ما بعد منتصف الليل بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ممكن اليوم يكون فيه لقاء عاطفي أو مع أحد الأحباء أو مع أحد الأبناء بتفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وممكن اليوم تقوم بخطوة مباركة بتتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف لأنه كانت أيام ضابطة الأيام السابقة اليوم بتبلش يعني شوي هيك تحس أنه الأمور تغيرت برج العقرب بتظلوا اليوم في عندكم نوع من أنواع الطاقة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بتشعروا بالنشاط والحيوية من الرغبة بالتنقلات والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار لأجواء إيجابية وداعمة ولكن بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة خصوصا على الطرق المفتوحة وبرضو ما في داعي للتهور أما من ساعات ما بعد منتصف الليل بتصير الأجواء لها علاقة بالبيت أكثر فبتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك الأهم أنك حاول أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية وبرضو الأهم أنك تهتم بعائلتك أكثر برج القوس ما زالت الأجواء لها علاقة بالفرص المالية فعشان هيك ما زال في أجواء أو احتمالية لمكسب مالي أو استرداد مالي أو هدية معينة ولكن من جهة أخرى ثم نفقات ومصاريف عشان هيك بدك تنتبه من المصاريف لمألها داعي أما من ساعات ما بعد منتصف الليل بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات امتحانات مقابلات سرعة البديهة بتصير عالية جدا ونشاط وحيوية عالية جدا فتعتبر فترة مهمة لتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم شيء أنك تتحرك لأنه اليوم ممكن يكون عندك فعالية معينة ممكن تقوم باتصالات معينة واسعة تسفر عن اتفاق أو عن مصالحة برج الجديد بما أن القمر مازال موجود عندكم لساعات منتصف الليل فانتو ممتلئين أو ممتلئون نشاطاً وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لغاية منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل بصير الاهتمام العلاقة بالوضع المالي فعشان هيك اليوم رح تعيدوا تنظيم ميزانيتكم والأمور المالية أو اترتبوا وضع مالي معين أهم شيء أنه ما تغمروا بأموالكم لأنها هاي فترة حذرة مالياً ومعنوياً أهم شيء أنه ما تتسرع باتخاذ قرار حاسم أنت اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن فعشان هيك يعني حاول أنك ترضي الأطراف اللي حواليك وتهتم بشؤونك المالية لأنه بيحمل لك كثير من الفرص اليوم برد جدا له طبعاً ما زال تعب مسيطر عليكم الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات منتصف الليل تقريباً بتبلش تخف تدريجياً الضغوط ولكن بتظلوا فقدين رغبتكم لمواجهة مشاغلكم وبتشعروا أن طاقتكم ضعيفة جداً من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر رح يوصل لعندكم فعشان هيك بتستعيد ونشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهها للبدء بمشروع، بخطة، بلقاء، بمصالحة بالبدء بأي شيء جديد اليوم أنت بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق إلى أيام أو تعويض الأشياء اللي فاتتك بالأيام الماضية يعني ممكن تحقق إنجازات كثيرة اليوم ممكن يصلك خبر صار من بعيد أو من قريب برج الحوت بتنشطوا بين الأصدقاء لغاية ساعات منتصف الليل يعني العلاقات الاجتماعية وعلاقاتكم ما بينكم بين الأصدقاء اتصالات، تواصل، شغلات مثل هيك بتظلها موجودة ولكن مش بالقدرة الكافية فعشان هيك فترة تخلوه المسار ديروا بالكم من زعل أو عتاب أو مراجعة أحد الأصدقاء ببعض الأخطاء من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر لأنه بتحرك لبيت المتاعب جاعد فبعد منتصف الليل بكون خلاص استقروا في بيت متاعبكم في الدلو فهي الفترة بتصير يعني فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء انك تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة فعشان هيك بتكت حاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتخذ تأخر أعمالك شوي فحاول إنك تصبر يعني لغاية يومين لحد ما القمر يوصل لعندك بتعوض كل شيء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر